ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايدا لنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الأحد اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية عن بعد واستعرض المجلس أمام سمو المؤشرات الرئيسية ونتائج الأداء الاستراتيجية وعددا من الموضوعات المتعلقة بالمبادرات والمشروعات التي تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة في الحرص على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين